عم يتخلص جبران باسيل من كل الروس الكبيرة داخل الطيار التهمة اللي عم يسوقها هي أنه النواب المبعدين اشتغلوا لحساب السناء الشيعي أو المصارف بس هالرواية بتتهم النواب المبعدين بأمور ارتكبه على حساب الطيار وتحت سقفه إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة ليس أبو صاعب نيب رئيس البرلمان ألاعون أمين السر بهيئة مكتب البرلمان المواقع اللي أخد النواب الثلاثة بالمجلس هي حصة الطيار بالمحاصصة الداخلية انتخابات مكتب المجلس والليجان ما بتصير عأساس برامج النواب بل بتعطي كل كتلة وطايفة مراكز معينة الطيار هو يختارهم بهالمواقع ودورهم كان تحت سقف الطيار وتحالفاته بعد إبعادهم قرر الطيار يصوب على هالأدوار ليصورهم كتلميز لنبيه بره أنا برأيي لا في فريق الممانعة هو له مصلحة بتفتيت الكتلة المسيحية وتسريب العونيين لكلام ألاعهم باجتماع حزبة داخلة إجاب السياء نفسه كمان النيب زياد أسود اللي فصلوا الطيار مش من المؤربين من السنائة بالعكس كان راس حربة ضد حركة أمل بجزين واعتبروا بيسير عقبة منعة الاتفاق مع السنائة هناك وخلصنا من العائق يلي منعنا نأمن التحلفات اللازمة مع أهلنا بصيدة وبجبل الرحام التهمة الثانية هي علاقة النواب المبعدين وخصوصا كنعان مع لوبة المصارف ميشيل عون شخصيا حمل كنعان مسؤولية عرقلة الإصلاحات وتطير الكابتال كونترول هالرواية ضعيفة من كذا ناحية الطيار ما عارض إبراهيم كنعان بشغل لجنة المال والموازنة وباتفاقه مع بره على الملفات المالية إبراهيم كنعان على رأس لجنة المال استغل عدوا معي والتيار نفسه ما كان بعيد عن جو المصارف إضافة للتمديد لرياض سلامي اللي أبد الطيار حقه بهندسات مالية لبنك سيدروس كشف التسجيلات صوتية لمحامي سليم صفير صاحب بانك بيروت إنه محامي الطيار وديع عقل تدخل عند القاضي غدعون لرفع منع السفر عن صفير هالخطوة إجت بعد تبرع صفير بمئة ألف دولار لصالح الطيار وقت طلب طلو رفع منع صفير كان معك الاستاذ وديع عقل ما قدم النواب المفصولين لهلأ شي مختلف سياسيا عن اللي عم بقدمه الطيار نفسه أما الخلافة الجدة فهو عقيدة الطيار وعرئاسة الجمهورية